أهلا بحضراتكم من جديد قلت لحضراتكم الحلقة النهاردة دا سيما وفيها أحداث مهمة جدا منذ قليل يمكن النادي الأهلي فيه خبر مهم نشره على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنادي الأهلي الأهلي يرفع مذقرة إلى وزير الخارجية بتجاوزات الهلال السوداني وجماهيره تقدم النادي الأهلي اليوم بمذقرة إلى معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الأهلي ولعبي وجهازهم الفني قبل وأثناء وبعد مباراة الهلال التي جرت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم دورمان وسرد الأهلي في مذقرة كل التفاصيل الاعتداءات التي جرت سواء أثناء المراني الوحيد للفري في السودان واللي تم فيه بالتأكيد دا قصف اللاعبين بالألعاب النارية وما تعرض له لعبي الأهلي وجهازهم الفني والإدارة وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء سواء من الجماهير التي تم السماح لها بالحضور أو حتى من مسؤولي أو لعبي النادي الهلال السوداني النادي الأهلي أكد في مذكرته على أن السفير المصري بالسودان هاني صلاح بزل جهودا كبيرة مع البعثة وشاهد ووثق كل الأحداث والتي سبق أن تقررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في الأعوام السابقة ورفض الأهلي وقتها التصعيد حرصا على العلاقات الطيبة بين البلدين طيب أعتقد دا خطوة مهمة جدا تمت من النادي الأهلي كمان لأن أكيد بعض ممن تحدث عن هذه المباراة بأسلوب غير مناسب وأسلوب غير لائق وشحن الأجواء قبل المباراة والتصريحات الرنانة التي أطلقها البعض أعتقد وجب المحاسبة خلال الفترة اللي جاء لأن الأمر دلوقتي أصبح أن الكبعثة الرياضية بتمثل مصر برة بتتعرض لمخاطر بسبب تصرفات غير مسؤولة لبعض الناس هنا داخل مصر سواء في الإعلام الرياضي أو مسؤول أحد الأندية اللي دائم الحديث بشكل سلبي عن النادي الأهلي وللأسف لم يتم معقبته حتى الآن رغم وجود مشاكل كثيرة في الوسط الرياضي بسببه سواء داخل مصر أو حتى خارج مصر